هاجمت صحيفة التايمز بريطانية نظام الرئيس السوري بشار الأسد بسبب تعامله مع أزمة الزلزال المدمر حيث نشرت تقريراً يفيد بقيام النظام السوري بصرقة المساعدات التي قدمت لسوريا لمساعدة المنكوبين من الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير شباط الماضي وبحسب التقرير فأن العاملين في الجمعيات الخيرية عبروا عن استيائهم من تحويل المساعدات الدولية التي يتم جمعها لضحايا الزلزال لصالح مشاريع تابعة للرئيس بشار الأسد وأضافت الصحيفة أنه من المفترض أن يكون مكان الأسد الطبيعي في قفص الاتهام في المحكمة الجنائية الدولية وأشارت إلى روسيا والصين هما من تعرقلان أي محاولة لملاحقته من قبل مجلس الأمن الدولي بالرغم من وجود الآلاف من الصور التي تدين مليشياته بارتكابها جرائم ضد السوريين خاصة بعدما تم التأكد من صحة تلك الصور التي سربت وأشار التقرير إلى أن الأسد استغل مأساة الزلزال للدفع قدما بعملية التطبيع مع قادة الدول الذين سارعوا بإرسال برقيات التعزية والأموال والطائرات المحملة بالأدوية والأغذية لدعم ضحايا الزلزال بعدما كانوا ينتقدون سياسته كما أن منظمة العفو الدولية طالبت حكومة الأسد بالتوقف عن عرقلة تحويل المساعدات الإنسانية الهادفة إلى تخفيف معاناة عشرات الآلاف من المدنيين في حلب وذلك بعد مرور شهر على الضمار الذي ألحقته الزلازل بالمحافظة وأشارت إلى أنهما بين التاسع والثاني والعشرين من فبراير شباط الماضي منعت حكومة الأسد ما لا يقل عن مئة شاحنة تحمل مساعدات أساسية مثل الغذاء والإمدادات الطبية والخيام من دخول الأحياء ذاك الأغلبية الكردية في مدينة حلب وفي وقت سابق نشرت شابة سورية مقطعا مصورا وثق كيف يتم بيع المساعدات التي حصل عليها النظام من أجل مساعدة متضرر الزلزال بالعاصمة السورية دمشق وأظهر المقطع بيع العديد من المواد الغذائية المقدمة من المنظمات الإنسانية والدولية وحيث أن بعض هذه المنتجات كانت تحمل شعار الأمم المتحدة وكان مكتوب عليها عبارة غير مخصص للبيع كما أن مؤسسة العرين التابعة لأسماء الأسد زوجة الرئيس أثرت حالة من الاستياء الشعبي الكبير بين السوريين المتضررين من الزلزال ضمن مراكز الإيواء بسبب عدم وجود عدالة في توزيع المساعدات من قبل المؤسسة حيث أن هدف المؤسسة توزيع المساعدات الإنسانية ضمن المحافظات السورية الواقعة في مناطق سيطرة النظام وبالأخص مناطق الساحل السورية لكن مصادر أكدت أن القائمين على مؤسسة العرين يتعمدون بشكل خاص تهميش وإذنال بلدة بستان الباشا التابعة لمدينة جبلة في ريف اللاضقية الساحلية كما تتعمد أيضا تهميش المتضررين من الزلزال في عدد من القرى ضمن منطقتين جبلة بريف اللاضقية والقدموس التابعة لمحافظة طارتوس موسيقى